أتحول إلى أحد الخبراء في هذا المجال وهو السيد محمود عطالة الرئيس التنفيذي لشركة CI Capital القابضة للاستثمارات المالية سيد عطالة مساء الخير أهلاً بحضرتك يعني عايز تعقيب من حضرتك على ما ذكره السيد رامد دكاني وكيف نصل إلى مرحلة الشمول المالي ندعم الشمول المالي وندعم صناديق الاستثمار في أسواق المال فاضل أولاً أنا يعني عايز أشكر على الدعوة الكريمة دولة الرئيس وعايز أقول إن دولة الرئيس ابتدى يعني إمبارح الكلمة بتاعته بأن الهدف هو التضخم والحقيقة ده شيء مهم جداً إن إحنا نتحول من إن إحنا بقالنا فترات طويلة بنتكلم على هدف سعر الصرف أو هدف الاحتياطي إلى الهدف الحقيقي اللي لازم يكون قدامنا هو التضخم وفي دول كتير على فكرة قادرة إنها تتعامل مع انخفاض سعر الصرف عندها ومحدش حاسس بده ومحدش بده لأن بيقابل ده حاجات بتتعامل في يعني في الإنتاج وفي الصناعة وفي الزراعة بتعود أي انخفاض في قمة العملة وبتشجع التصدير وبتشجع السياحة بس عشان نمشي بالنهج ده لازم نقول الشمول المالي هو مش هدف هو الشمول المالي وظيفة وسيلة لتحقيق اقتصاد عادل اقتصاد بنزود فيه السروة القومية اقتصاد بيسمح بالاقتراض واقتصاد بيساعد على النمو فلو جينا مسكنا على التمويل متناهي الصغر واحنا الحقيقة في سياح كابتال مهتمين بالتمويل متناهي الصغر زي التأجير التمويلي والاثنين وفي كل ما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية احنا أقل من حجم الاختراق للاقتصاد اقل من كل الدول الناشئة والنامية واللي في المنطقة وبكل المقاييس فبرضو الهدف مش ان انا اقول ان انا حجم الانترايشن للاقتصاد كبر فيه تحديدا مثلا فيه التمويل متناهي الصغر التمويل متناهي الصغر ده بيمس اكبر قطاع بيمس الجانب كبير جدا من الايكونومي والجري ايكونومي وبيتعامل فيه ناس ما يقدروش يروحوا البنوك انا باعتبر النجاح ان انا اخد الناس دول من اول الالفين والتلات تلاف جنيه لغاية لما اوصلهم ودي تجربة احنا شفناها في التعامل متناهي الصغر توصل لانها تخش البنوك وتبقى بتحقق الشمول المالي مش كهدف ولكن كوسيلة لو جينا نبص على الارقام مش عايز اخص بتفاصيل ارقام انما باختصار لو جينا نبص على حجم الاختراق في الشمول المالي حجم الاستخدام التأجير التمويلي كل هذه الارقام اقل بنسبة اطرق يعني لو احنا بنتكلم على نصف في المية في التمويل متناهي الصغر وواحد في المية في التأجير التمويلي احنا بنتكلم في مضاعف خمس اضعاف هذا الرقم موجود في الاسواق المحيطة الشبيهة بنا فايوة البورصة يعني وسيلة بالنحية تانية ولكن مش هدف ان البورصة اسعارها نزلت تنزل او تطلع ده السوق اللي بيقرر ولكن احنا بنصادف مشاكل من ان اسعار الاسهم مقيمة باسعار متدنية متدنية دي عايزين نقول متدنية بالاسعار بالمضاعفات اللي كان بتتم عليها التداول قبل كده متدنية بالاسعار المشابهة في الدول المشابهة لنا ولكن ايضا متدنية بالنسبة للشركات الممثلة الغير مقيدة في البورصة اللي بيتم تقيمها بدون اللجوء للعرض والطلب فلو انا ببص على البورصة ان انا عايز ارفع الاسعار الحقيقة لا ده ما يهمش قطاع كبير جدا يهم قطاع قليل المتعاملين بالبورصة انما لو بصيت للبورصة دي ان هي الوسيلة لتحقيق رؤوس اموال شركات الوسيلة لجذب شركات بتفكر في التخارج حيتم ازاي قبل ما تفكر في دخول السوق ازاي تخرج من السوق ده لما تحب فحنلاقي ان البورصة بتفقد عامل الجذب المهم جدا لكل ده انا مش عايز اطول في النقطة دي انما لو احنا بصينا للبورصة المصرية واسعارها المتدنية انها بقت عامل طارد وانها الدولة بتصادف دلوقتي مشكلة كبيرة انها تطرح اصول يعني لو قلنا ان البورصة محتاجة بضاعة طب البضاعة اللي هتنزل زي ما السيد رئيس البورصة قال دلوقتي هتنزل بأسعار متدنية اكيد اقل من قيمتها الحقيقية فالمشكلة بقت مش بس في الأسعار المشكلة فان البورصة كأداة بتفقد الهدف اللي انشأت من اجله القطر التشريعية او القطر الاجرائية اللي حضرتك شايف انه لابد ان تتوفر في الفترة القادمة سواء لدعم او تحقيق الشمول المالي للفئات حديثة الدخول بسوق او فيما يتعلق بسنديق لساسمار ودعم بسنديق لساسمار الحقيقة بسيد رئيس هائة الرقابة المالية النقطة مهمة جدا وهي التطوير التكنولوجي للتعامل في كل انشطة المالية غير المصرفية انا بتكلم على التمويل الاستهلاكي بتكلم على التمويل متنائز صغر اللي انا بسلف فيه واحد 3000 الف و2000 و3000 جنيه وبيروح يحطهم من غير ما يشوفه وبيستلف عليهم بعد كده اربعة وبيشتري بضاعة الصبح ويباعها بالليل دي نقطة مهمة جدا انما في نقطة كمان اخرى مهمة جدا وهي المساواة في التعامل مع الدات والاكوتي المساواة في عدم التكافؤ اللي موجود بين يعني انا لو معاي فلوس النهاردة هروح حطها ب15-16% من غير درايب من غير مشاكل البنوك مضمونة ولا اخد رزق وحطها في حاجات ممكن تنزل او تطلع يعني مش كفاية بس ان الاقتصاد في العالم كله مزبزب ومش كفاية ان احنا بنمر بظروف صعب لأ كمان انا بحط سعر فايدة عالي وما بحققش تكافؤ انا بدفع درايب للمتعاملين في البورصة وما بدفعهاش للاستثمار الامن اللي بيتم في البنوك وحتى لو تعرضنا ان هذا الاستثمار الامن مش عاوزين نقرب للدرايب بتاعته ولا عشان المحدود يدخل فيه وسائل كتير للتعامل مع ده انما التكافؤ حاليا غير موجود اشكر حضرتك شكرا جزيلا السيد محمود عطالة